هذه الصحراء الممتدة في مصر بلد صحراوية بالمناسبة مصر بلد صحراوية لأن حاجة و90% صحراء وده من ألاف السنين فقط هذا الشريط الضيق الذي أحيى المصريين ببعض فضل ربنا اللي هو النيل الشريان الحياة زي بسموه هو الموجود وحاولي بتقيم الحياة كلها والزراع وكله فجأة دولة الكلام ده من السابعينات بلقت الدولة تقولت ما نخرج خارج هذا الحياة زي ضيق واستصلح الصحرا فبلقت تستصلح الصحرا وفضل تستصلح الصحرا لغيت بعد 2012-2014 دخلنا في 2014 كان كل بتقدر تضيفه للركعة الزراعية ما بين 10.000 ل 11.000 فدان في السنة بالعافية ومشي الدولة اللي كان بتستصلح كان بتقول الكتاع الخاص اتفضلوا قد الصحرا قدامكم شوفوا الحتة اللي تعجبكم ازرعوها فبلقت يحصل زيادة تدريجية في المساحات المنزرعة وفجئنا كلنا بعد 2015 ان بدأ يحصل اقتحام للصحراء بمعنى كلمة اقتحام فبدأنا نضيف ما يزيد عن 120 و130 ألف فدان في السنة لو قدر أقول لحضراتك ان المساحة اللي تم اضافتها للركعة الزراعية ودم اضافتها منين من زي ما قلت حركة الصحراء كانت أمام أعين الجميع لعشرات السنين مضت ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه الصحراء لم يجرؤ أحد وده يعني فرص كتيرة جدا في البلد دي على مدارها عشرات السنين قادة الصحراء موجودة اقتحامناها مش ببلاش بمليارات الجنيهات من لحم البلد الحي عشان تعمل هذا الوضع الموجود دلوقتي اللي الناس أحيان بيشتكم من الأسعار والله العظيم تلاتة لو لا فضل ربنا ولولا إضافة كل هذه مئات الألاف من الأفدنة اللي اضافت في الركعة الزراعية ده الفدان بيجيب عشرين طن في السنة عشرين ألف كيلو منتج زراعي بترمي في الأسواق للناس لو لا إضافة هذه الركعة الزراعية اللي الدولة تحملت على عاطقها أنها هي اللي تستصلح وتدفع المليارات وتعمل كل شيء لكن عندنا مشكلة في الأمن الغذائي المصري فعليا وده مش بيتحد بالورقة أو الألم حجم سوء الاستهلاك المصري اللي بيستوعب أكتر من 170 مليون طن في السنة منتجات زراعية هتجي منين أنا ما بزرع في 6 مليون فدان أراضي قديمة وكانت 3 مليون فدان أراضي جديدة وكانت تعديات على الأراضي الزراعية القديمة ما سيبنهاش في حالها حتى الأراضي الزراعية التاريخية الخزبة ما سيبنهاش في حالها كلتا آه لولا أن الدولة حطت برضو قوانين صارمة والناس زعلوا من الدولة وقالوا بيتضيقوا عن الناس طيب أنا إمكاناتي محدودة وأنا عادت 40 سنة أحافظ على أسعار الأكل والشرب وتقع من دولة والعشوائيات وصلت لزور الدولة مش عشوائيات مباني عشوائيات حتى السلوب كل شيء كل شيء حتى تهالكت البنية التحتية في البلد تماما أنا بقول لحضرتك أهو وديشهاد ربنا حاسبنا عنها قبل أي حد حاسبنا عنها لولا كل هذه الإجراءات اللي الدولة عملتها ولولا هذا المجهود والإخلاص من رأس الدولة لكان هناك أمور كان لا قدر الله وسنا لمراحل يعني صعبة جدا جدا على الناس وكان ساعتها لا سوشيال ميديا هينفع ولا الناس اللي بيصوتوا على السوشيال ميديا ولا الناس اللي بيهجموا الدولة كل الكلام ده مش هيأكل الناس ولا يشربها اللي هيأكل الناس ويشربها المجهودات اللي الدولة بتعملها فكل هذه الميئات الأفدنة اللي تم إضافتها للرقعة الزراعية هي ديت اللي عملت هذا الاستقرار نوع علماء حتى لو كانت الدنيا غالية شوية ده على كل الدنيا يعني بالمناسبة البصل مثلا دلوقتي في مصر غالي طيب في السويد غالي ليه طيب في أوروبا غالي ليه مثلا السلعة نفسها أصبحت سلعة نادرة على سبيل المثال فده بدل حاجة مثالي يعني لأن كل الدنيا مرتبطة بعضا فده أحد المحاور المهمة جدا اللي الدولة اشتغلت عليها